السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري أمراض معادية وجهاز هضم وكبد أتشرف بوجودي معكم موضوعنا اليوم عن التهاب الغدد اللنفاوية في البطن هذا يصيب الأطفال ويصيب القبار وبعض الأحيان يجد الطفل يعاني من ألم في البطن عندما يأكل أو في بعض الأحيان يحصل له إسهال أو قيء أو يحصل له فقدان للشهية وبالتالي فقدان للوزن وهذا الألم يتقرر من آخر عندما يأكل وبالتالي مهم جدا أن نشخص المرض ونعرف ما هو سببه أيضا بالنسبة للقبار في بعض الأحيان يحصل ألم في البطن وعندما نعمل أشعة تلفزيونية أو أشعة مقطعية يظهر أن نحن عندنا تضخم في الغدد اللنفاوية في البطن طبعا يجب أن نعرف ما هي الأسباب وما هي الأعراض وما هي خطورة هذا المرض مهم أن نعرف أن هذه العقد اللنفاوية أو هذه الغدد اللنفاوية مهمة جدا في المناعة وهذه موجودة في كل أنحاء الجسم يعني تحت الإبطين وفي الرقبة وأعلى الفغزين وفي البطن موجودة في كل مكان تقريبا في جسم الإنسان وهدفها هي فلترة ومقاومة أي فيروس أو بكتيريا أو حتى خلايا سرطانية طبعا هي دورها تتخلص من هذه الميكروبات الفيروسية أو البكتيرية مهم جدا أن نعرف أن لها دور قوي في المناعة الجسم بالنسبة للغدد اللنفاوية الموجودة في البطن عندما نكشف على بطن الطفل أو بطن الشخص العادي لا نستطيع أن نعرف بالضبط إذا كان لديه التهاب أو تدخم في الغدد اللنفاوية في البطن أو لا لكن بالنسبة للأعراض خصوصا للأطفال يحدث أن هذا الطفل يأتي له كل قليل ألم في البطن هذا الألم مرتبط بالطعام عندما يأتي يأكل يحدث حركة في الأمعاء وبالتالي يتألم الطفل ويأتي له مغس في بطنه طبعا لها أسباب ما هي أسباب التهاب والتضخم الغدد اللنفاوية في البطن؟ سواء كان في الطفل أو في القبار بالنسبة للأطفال، عادة التضخم الغدد اللنفاوية في البطن تبقى أسباب حميدة يعني التهابات، يمكن أن تكون التهابات أولية نتيجة التهابات في الحلق نتيجة فيروس معين، وعادة بعد أسبوع تبتدي تظهر بعد التهاب الحلق يمكن أن يحدث التهاب الغدد اللنفاوية في البطن وارتفاع الحرارة في هذه الحالة لا يكون عالي قوي يعني لا يزيد عن 38.5 والألم يكون ليس جامد بالنسبة للأسباب الثانوية، تكون نتيجة سبب معين الذي حصل عند هذا الطفل هذا عادة يحدث مثل التهاب في القولون بكتيري، يكون أكل أكلة ليس مظبوطة أو التهاب في الزايدة الدودية، ويكون عادة الوجع قريب من الزايدة الدودية أو يحدث مثلا، هذا الطفل انسداد معوي وهذا عادة يحدث في إمساك وقيق متكرر أو يحدث في ساعات ارتفاع في درجة الحرارة نتيجة التهاب مثلا، نتيجة ميكروب مثل حمى التيفود طبعا، دلنا كأطباء أن نبدأ من الأعراب المرض نبدأ أن نفكر أن هذا الطفل يكون لديه تضخم والتهاب في الغدد اللمفاوية أيضا بالنسبة للخبار، عندما نجد أن هناك شخص لديه آلام في البطن متكررة هذا يجعلنا نفكر أنه يكون لديه التهاب في الغدد اللمفاوية في البطن لكن بالنسبة للخبار، يمكن أن يكون لديه أورام سرطانية وبالتالي يجب أن نضع هذا الاحتمال بالإضافة للاحتمالات الأخرى مثل التهاب في القولون، مثل أن كان أكلة ليس مظبوطة مثل نزلة معاوية مثل التهاب في البنكرياس، مثل التهاب في القولون يكون مزمن مثل مرض قرونز أو التهاب في القولون تقرحي عند هذا الشخص كل هذه الأسباب تجعلني أفكر لماذا هذا الشخص عنده التهاب وتضخم في الغدد اللمفاوية؟ أنا كطبيب أريد أن أتأكد إذا كان تشخيص المبدئي صح أو لا فأبدأ أعمل فحوصات أولية، يعني أبدأ أعمل وظائف كبد، أعمل وظائف كلا، أعمل سورة الدم أبدأ أرى إذا كان سرعة الترسيب عالية أو لا، أرى قرات الدم البيضة مرتفعة أو لا لكي أتأكد من التشخيص أيضا مهم جدا أن أعمل أشعة تلفزيونية الأشعة تلفزيونية أعملها في مركز متخصص للأشعات هذا يكشف لي فعلا أن هذا الشخص، هذا الطفل أو الشخص الكبير عنده فعلا تضخم في الغدد اللمفاوية كما قلت لكم بالنسبة للأطفال، الموضوع يبقى بسيط لا يقلق منه، لأن هناك نسبة كبيرة من الأطفال يبقى عندهم هذا المرض، لا يحدث أي مشكلة لا يفكر في أورام سرطانية عادة الأورام السرطانية تبقى أكثر في القبار، وخصوصا في القبار السن معظم الحالات للأطفال تبقى التهابات بسيطة مهم أيضا في بعض الأحيان نادرة أن أعمل أشعة مقطعية أستبغى في بعض الأحيان أن ألجأ لكي أشخص المرض أن أعمل مسح زري بالنسبة للخطورة المرض، إذا كان هذا الشخص لديه طفح جلدي مهم جدا أن أنتبه لهذه الأعراض، إذا كان هناك إلتهابات في المفاصل أو نقص في الوزن أو ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو صورة الدم تبينت قرات دم بيضة عالية جدا أو أنا شكيت أن يكون هناك انسداد معوي أو التهاب في الزايدة الدودية كل هذه مؤشرات تجعلني أنتبه جدا للحالة وأبدأ أهتم بها جدا طبعا كما قلت لكم، معظم الحالات في الأطفال بسيطة بالنسبة للناس كبار السن، أفكر في الأورام لكي أستبعدها أنا حسيب الواتس بتاعي لو فيه أي استفسارات أو إرسال تقارير طبية أهلا وسهلا بكم 02-010-27-28-4778 أشكركم جزيل الشكر، أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب ألفة النظر بالنسبة لخطة العلاج تعتمد على السبب لو كان السبب زيدة دودية سنعمل عملية لو كان السبب انسداد معوي سنعمل عملية لو كان السبب إلتهاب في القولون سنأخذ مضادات حيوية إذن الطبيب هو الذي يحدد السبب ويحدد خطة العلاج بناء على السبب شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا